موسيقى بالنسبة للمؤسسة أمتي هي جمعية دولية كنادية إذن هي ليست بجمعية مغربية فهي جمعية مقرها في كندا الكيبك أسسها أربعة ديال أنا واربعة وثلاثة ديال الأصديقة فإذن نحن دائما نعطيه التعريف ديال بأنها جمعية كنادية بسواعد مغربية كنشتغلوه في أكثر من 14 الدولة كنشتغلوه على مشاريع ديال الأبار كنشتغلوه على مشاريع ديال المنازل كنشتغلوه على مشاريع ديال المدارس المساجد ديال توزيع مواد غدائية إلى آخرها منذ اللحظة الأولى ديال الزلزال والفاجعة ديال المغرب طبعا تجيش الأعضاء ديال المؤسسة من أجل أننا نخدموه على المشروع كيف شأننا نعاونو الناس ديالنا المغرب ديالنا ضحايا ديال الزلزال حاولنا أنا نجمعوه في الموقع ديالنا الرسمي استعملنا مجموعة ديال منصة الدولية بحل منصة لانشغلوه في أمريكا كانوا تبرعات تقريبا من أكثر من 40 دولة بيش توصلنا من مختلف الجنسيات الحمد لله جماعة واحد المبلغ محصر فعندنا واحد نسبة مئوية ديال 30% 40% في هذه المساعدة الإغاثية كان قصة المساعدة الإغاثية قفاف غذائية الخيمات الفراش والغطاء إلى آخره ثم خلينا واحد الجوزء الذي هو أكبر لما بعد هاد المرحلة الإغاثية ديال كان قصد ترميم المنازل لكن هاد المرحلة الثانية فاحنا كنتصدروا يعني تعليمات ديال الحكومة المغربية واش غادي تسمح الجمعية أنهما يتدخلوا وديك ساعة بسم الله غادي نحاولوا أننا تكون عندنا واحدة واحدة لإضافة قوية بإذن الله في هذا الفاتش بالنسبة للمساعدات الآن بسبل الحوز واش كتغطوا الحوز كله ولا غير هاد المنطقة هذي وشنو هي المساعدات الآن درنا قبل درنا محطات كثيرة درنا المحطات كثيرة درنا المرة اللولة في جهة أسني المرة الثانية المرة اللولة عفوا في إقليم تارودانت المرة الثانية في إقليم أسني حاليا دبهنا بشاركة مع مؤسس عطاء المعروفة مؤسس عطاء الخيرية الجمعية المغربية ثم غادي يكونوا محطات أخرى ثم نتوقف باش أننا نخدمو يعني انفوا نوصلوا داكل لسوي داكل لاصوم اللي بغي اللي محنا محددينا هم تنوشي شوية باش أننا نشوفوا كيفاش يمكننا نتدخلو فكما سبقتو آشرت البناء ديال الديور والترميم ديال الديور كسو على خير سيونس عطاني غير تعليق ديالك حول هاد السواعد المغربية لم داخل المغرب ولا خارج المغرب فات الحزة هذي كيفاش شبال لك أنا ما غاديش نعطيو لكن ها النقل حيث أنا عندي عنه تم تواصلوا مع جمعيات كثيرة خارج المغرب وناس خارج المغرب ومتبرعين لأن مؤسسة أمتي ما كتتهدفش المغرب بل متبرعين وإنما هي كتجمع تبرعات مختلف دول ديال العالم ثم كتعطي الفقراء فهي اسمتها أمتي جاي من الأمة بين قوسين أغنياء الأمة كيعطيو وتيستفدو منها فقراء ديال الأمة فكل شيء المتبرعين يعني كانت واحد تعاطف كبير وهما تابعوا كيفاش أن الشعب المغربي هالتلاحوم والتعاطف وصبح الله قبل أحسن من كلامي سنقول لك لله صلى الله عليه وسلم قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ونبتوصلين في الحديث المشهور كي يقول لك مثل المؤمنين في توادهم وتراحومهم إلى آخر كمثل الجسد الواحد فالحمد لله المغاربة جسدوها إلى آية الأحاديث جسدوها فعليا الحمد لله هذه الحملة بدناها يعني كان عدنا لفترة زلزال بعد يومين كانت نطلقت القافلة الأولى للإقليم تارودانت ثم إن شاء الله وتعالى يعني نطلقت القافلة الثانية للجهة تيشاوا للقافلة الثالثة أو الثانية للجهة تارودانت ودبا حنا في القافلة الرابعة هذه الجهة للحوز هذه في الإقليم الحوز كيفاش كيتم توزيع هذه العبارة؟ أولا تكون يعني زيارة ميدانية المنطقة المناطق اللي احنا كنعرفوهم قبل لأنها هاتشي خدمنا عليه دبا عسرة سنوات وحنا خدامين في المناطق الجبلية فكنعرفوهم زيان لعدنا عليهم معلومات وإحصائية سابقة هاتك سهدفناهم يعني من البداية احنا عارفينهم بعدنا تواصل مع جميع المحلية واحتمال التنسيق مع السلطات المحلية فأخذينا الغارة اللي ماعدناش بهم معرفة يعني عن كثب فكنحاولوا نديروا زيارة ميدانية قبل واحد ثلث يام ولا قبل بأسبوع على حسب المنطقة كنشوفو شنو الخاصيات لكين شنو الإحصائيات ديال الأوصال اللي كينا ايها والحاجيات اللي محتاجين للناس لأن جميع المحلية اللي أتعطاك شنو اللي خاص للناس ماشي أي حاجة تجيبها وإنما خاصك تجيب شنو اللي خاصهم فعلا فهذا اللي كنا ندرنا في هذا من خلال تتبعنا لهذه المبادرات كي تلاحظ بأنه المغرب يعني وحد حلفئة عجيبة غريبة يعني ما تصرف نظرك في التضامن أنا بغير بأسبح الله هذا معروف اللي من الكارم يعني مسألة عادية جدا هاد الناس خوصا هاد الناس ديال خلي عليك داب الناس في المدن يعني يهبوا دار واحد هبا كبيرة للمناطق الجبلية باش يساعدهم ولكن خاصك تشوف الكارم هاد الناس ديال الجبال احنا لوزنا كيف قلت لك يعني ما معصر سنوات يعني كل سنو كيكون عادنا في الفترة ديال الشتا كيكون عادنا قوافل لهذا المناطق الجبلية هادي في المسروع ديال اللي ننعم جميع عبالدف فاحنا عارفين هاد الناس هاد كنحبوهم بززاف وكيحبونا ومن اللي كنجيو عندهم كيكرمونا غاية الكارم ما شاء الله يعني الناس رغم رغم الحاجة ورغم أقلت ليد إلا أنا وتبارك الله يعني كيعطيوك ذك شي اللي عندهم كحطولي كامل ما كيخبيو عليك حتى شي حاجة والعاجب هو أن إلا أنت ما بغيتيش يعني تأخذ معندهم دك الشيفة وما كيتقلقوا كيبقى فيهم الحال وعش ما رجيش تأخذ معدنا وإلا حطوليك ما كيبغيوش يقلسوا معاك احتراما وكذا